السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في هذا الفيديو هنتكلم مع بعض على موضوع البري بايوتيكس والبرو بايوتيكس هنعرف ايه هم ونعرف الفرق ما بينهم طيب في البداية البري بايوتيكس والبرو بايوتيكس بيتباعوا حاجة اسمها وده حاليا من التسعينات لحد النهاردة كان زمان في الف وتسعمية لحد التراتينات بدأت فكرة الفيتامينز ومن اثناء الستينات والثمانينات كانت بدأت فكرة اللي هو محتاجين ناكل يوميا من الفيتامينز من الكالسام من المينرالز وهكذا حاليا بداية من التسعينات والحد النهاردة بدأنا نركز اكتر على اللي هو الاكلات اللي اكلها علشان يكون لها تأثير بوزدف او تأثير ايجابي على الصحة بتاعتنا وكم من ضمنها البرو بايوتيكس والبرو بايوتيكس اللي احنا حنتكلم عنهم دلوقتي طيب فانكشنال فودز قالك دي ممكن تكون فريش او بروسيس دي فود اللي هو هاك بوتانشيالي بوزدف افكت اون هيلس بيوند البيزيك نيوتريشن بخلاف البيزيك نيوتريشن اللي هي هي ايه بزيك نيوتريشن اللي هي البروتين والكاربوهادريتس والفاتس اللي ممكن اكله غير الاكلات العادية اللي احنا المفروض بناكلها يوميا اللي ممكن يأثر ايجابيا على الصحة بتاعتي طيب الفنكشنال فودز هف بين ريبورتت تبروموت اوبتيمال هيلس انها بتساعد على الويل بيينج وبتساعد على الصحة ويريوس كوفيز اوف ديزيزيز تساعد على الكوليستيرول ومن ناحية تانية زي عصير البرتقال بالنسبة للج اي تي في الهيومن قالك هو عبارة عن مية وخمسين سنتيمتر طوله مية وخمسين سنتيمتر في الدايت بيكون حوالي اربعة وعشرين او اتنين وسبعين ساعة تمام بيحتوي على بيحتوي على كتيرة تقدر تعمل ونقدر نستغل فكرة العدد الكبير ده من ايه هي اللي ممكن تأثر على اللي موجود في عندنا قل لك انترنسيك فاكتور زي الاسترس او الاج او ومن ناحية التانية بعض الاكسترنسيك فاكتور زي ان انت تاخد انتي ميكروبيلز من الحاجات المشهورة جدا انك تاخد انتي بيوتكس او انتستهل انتي سابكس فتبتدي تدمر البكتيريا الكنتنت اللي موجودة عندك في جي اي تي تمام طيب طيب الهيومن جي اي تي طبعا نقدر نقسمه الى استومك وسمول انتستين وديدينا موجودة مقيم واخيرا الارج انتستين كل واحد فيهم بيختلف في البي اتش البي اتش عندك في الاستومك بيكون اسدك بعد كده تدخل على البي اتش من ستة لسبعة في في السمول انتستين وصولا الى الارج انتستين يبقى البي اتش شوية من خمسة لسبعة طيب طبعا هنا بيتكلمك على كل مين مين في جي اي تي هو الكنتنت بتاعها الانزيمز اللي موجودة والكنتنت بتاعها من حيث الارج مولكولز اللي بتبقى موجودة هناك وهي عدد البكتيريا في كل مكان اللي يهمني اكتر حاجة هي البروميننت بكتيريا البوجيوليشن كل مكان في جي اي تي ايه اكتر نوع بكتيريا ممكن يقابلك فيه فلسطومك اكتر حاجة هتقابلك الاكتوباسيلس والستريبتو كوكاي وبعد كده هيقابلك في الليكتوباسيلس والاشريشيا كولاي والانتيرو كوكاس في شالس وبعد كده في جي اي تي او في الكولون هيقابلك لكتك اسد بكتيريا زي البكتيرويدز وزي بفيدو بكتيريا طبعا حاجات انيروبك تبقى حاجات انيروبك شوية تمام طيب بعد كده عندنا نقدر نقسم الى حاجتين اتنين في عندنا حاجات بنقول لها وفي عندنا حاجات بيكون لها طيب الحاجات اللي هي بكتيريا هرمو في زي استفلو كوكاي والكولستريديا وبعض انواع البكتيريا والاكولاي والانتيرو كوكاي ممكن تعمل ودي ممكن يكون لها تأثير على طيب لكن في عندي برضو زي تبقي بأسوجن إنهابشن تمام ان وجود البكتيريا دا حيؤدي لان فيه بكتيريا كثير باسوجينك مش حد vamos هدري هدري نمواتمام هايكون لها بدور في الاميون system تمام هيكون لهاارونا ضي كلها فوائد وبدعودا علينا من وجود الكلان او من وجود البكتيريا في العثور Jerome يعنى هنا الفوائد الى بتعود على الانسان او على الجسم من وجود البكتيريا طبيعيا في الجسم مثل الاكتوباسيلاس والبيفيدو واليوبكتيريا طيب فونكشنال فود بقى زي البروبايوتيكس والبروبايوتيكس ودوره ايه في الجوت هيلز البروبايوتيكس هي عبارة عن live fed supplement يعبارة عن بكتيريا او مايكروورجنزم بتكون حية بنحطها added to the appropriate food vehicles to promote health بمعنى ان انت ممكن تروح تشتري زبادي او تشتري لبن رايب او تشتري اي نوع من انواع منتجات الالبان ترى مكتوب عليها انها برو بايوتيكس بي محطوط فيها live organisms محطوط فيها خمائر معينة زي ما هنشوف دلوقتي بتساعد على كفاءة او على صحة GIT طيب اما البروبايوتيكس تعبارة عن دياتري سبلومنت لكن ما هيش live ما هيش مايكروورجنزم دي ممكن تكون كاربوهايدريتس ممكن تكون فيبرز ليها selective metabolism في الكولوم تمام؟ وبتزود number of bacterial desirable يعني دي ما هيش هي نفسها molecules ما هيش مايكروورجنزم لكنها بتساعد او بتحسن على نمو البكتيريا اللي موجودة قريدي في جو ايتي طيب البروبايوتيكس cannot be absorbed or break down in the body ما بيقدرش الجسم يكسرها او يتعامل معاها بتعتبر great food source for probiotics يعني دايما هنشوف دلوقتي sometimes بنضيف الاثنين مع بعض يبقى البيشنط بياخد بريبيوتيكس مع بروبيوتيكس لان البروبايوتيكس بتمثل كما لو كانت غزاء للبروبايوتيكس طيب دي مقارنة مهمة جدا ما بين البروبايوتيكس والبروبايوتيكس البروبايوتيكس هي عبارة عن live active microorganism وتشوهين ادنستريتين لما تاخدها بكميات مناسبة زي مثلا مليون او اتنين مليون او ميت مليون لكل جرام confirm one or more health benefits on the host بتؤدي الى health benefits طيب on the other hand هتلاقي البروبايوتيكس non living non digestible form عبارة عن fibers طيب البروبايوتيكس بتكون fragile can not resist heat treatment لو تسخنت ممكن تموت ما تستفدش بها can be affected by different environmental conditions تمام لكن هنا قالك البروبايوتيكس بتكون heat resistant ما بيفرقش معها درجة الحرارة ما بيفرقش معها الاسد ولا environmental conditions طيب البروبايوتيكس تتميز بانها انها بكتيريا بكتيريا لكن البروبايوتيكس نارش جسم بكتيريا بتزود الجاد بكتيريا بشكل عب طيب هنتكلم طيب البروبايوتيكس البروبايوتيكس استفعنا انها وعرفنا انها لازم تتاخد بكمية بكمية كافية علشان تديني الادكوت هيلس بنافيتس اللي احنا عايزينها دي نقطة مهمة جدا ان احنا بنركز على الكمية شدنط افكت تيست او تيكس شرق فود لا تؤثر على طعم الاكل او كفاقته يعني ما يبقاش في عندي مثلا لبن رايب او زبادي من غير بروبيوتيكس فيبقى طعمه احسن واللي بالبروبايوتيكس يبقى طعمه وحش بدنا لازم عشان تبرموت ان الناس تشتري المنتج ده وانه هو يكون فعلا ليه تقبل عند الناس لازم يكون طعمه مايفرقش عن الطعم الوريجنال مست بي ابل تو سيرفايف بروسسينج ستورج اند كونسومشن كونداشنز لازم تكون تقدر تعيش في الميديا اللي انا حنقالها فيها لازم تكون لما حفظها في التلاجات او اعرضها في السوبر ماركت او اعرضها في اي مكان لازم تقدر تقوم الانفيرومنتال فاكتورز دي وما تتأسرش بيها طيب لازم تكون لازم تكون بعد ما استهلكها انها توصل للكولون وهي لايف وهي في اديكويت امامات طيب ايه الاكزامبلز بتاعتي للبروبايوتيك أرجاليزمس قالك زي اللاكتك أسد بكتيريا اللاكتوباسيلاس والليكونوكوتوس والستريبتوكوكاس والبيفيدو بكتيريا اللاكتوباسيلاس والبيفيدو هم المستليوز هم اكتر حكتين من استخدامهم بيقدروا يعملوا من الشجر للاكتك أسد بيقدروا يقوموا الهوا ويقدروا يتعرضوا للجو من غير ما يموتوا هم المستليو stop علامه يعني مفيش منهم ضرر هذا مثال للبروبايوتيكس بكتيريا مثلا نحن ممكن تشتري عصير ويكون مضاف عليه برو بايوتيكس تشتري شيئا مثل منتجات الالبان شركة دانون او الخمائر او الزبادي او ممكن تشتريها حتى لوحدها في شكل كابسولات او كده تشتري البروبايوتيكس في شكل كابسولات او اراث طيب ايه هي الهلس بنفس بتاعة البروبايوتيكس اولا بتعمل برو داكشن لانهيبيتوري سابستانس وبتعمل بلوكنج للباسوجينيك ادهيجان سايتس وبتعمل نيوترنت كومبتشن مع مين بقى مع الباسوجينيك بكتيريا انها ما بتديش فرصة للباسوجينيك بكتيريا انها تنمو بتعمل ديجراديشن للتوكسنز والتوكسن ريسيبتورز وبتعمل ميديوليشن للاميون سيستم لما بتعمل كل ده بتقلل فرصة نمو الايه التوكسن بكتيري طيب من ضمنها من ضمن الفوائد بتاعة البروبايوتيكس ان احنا نقدر نستخدمها زي الاي بي اس زي اللاكتوز انتوليرانس اوكي ممكن نستخدمهم عند بعض الناس اللي عندهم مشكلة في مشكلة اللاكتوز دي فبيحولوا اللاكتوز للاكتوز وده بيقلل الضرر بتاعه فيه عندنا سترين معينة من البروبايكتيريا من البروبايوتيكس اسمها الباسيلس انفانتس دي الانلي بروبيوتك ارجانيزم ذات هاببين ريبورتد تو هاببوتينشيال سجنيفكالي تو امبروف الاي بي اس سنتوم البكتيريا دي يعني كان فيها الكلية عليها كلام حديثا انها فعلا ممكن تؤدي الى ايه الى امبروفمنت اوف الجي او اي تي فانكشن طيب اه 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 Yeah writing bucket اه symptoms اه في عندنا بعض البروباييتكس بيبقى ليهم انتي ميوتا جينيك افكت انتيaty narucktانيWAN effect وفي بعضهم لانتي باسوجينك افكت وانتي ميكروبيل افكت طيب من ضمن الانتي باسوجينك افكت اللي بيقابلنا البعض البكتيريا بيكون عندها لكتو بيروكسيديس سيستم وده بيعتبر جزء من اجزاء اليميون سيستم او الدفاع عن الجسم بيقدي الوكسيديشن اف بكتيري الانزايمز ركوارد فور زميتابولاز انزابريزنس اف هيروجين بيروكسايد في عندنا بعض البكتيريا البرو بايوتكس بتعمل البكتيريوسينز وهذه البكتيريوسينز دي عبارة عن تقدر تعمل الانهبشن الجروس لسيرتين بكتيريا زي اللاكتاسين بي والبلانتريسين اي بتعمل بريفنشن للباسوجين ترانسلوكيشن وبتعمل استيميوليشن للاميون ريسبونس طيب المشكلة دائما ان انا مطلوب مني زي ما اتفقنا ان انا اوصل البكتيريوسين دي وهي حية بتوصل لحد القول هون وان انا حتى لما المشتري او حتى الكاستمر لما يروح يشتريها يشتريها في بتاعها يشتريها سواء كانت لبن او زبادي او كابسولات او غيره ففي عندي تشالنجس بعض التحديات علشان تفضل هذه البكتيريا حية او هزا المايكولورجناز ما يفضل حية اولا الفرمنتيشن كونديشن والبي اتش والاكسجين والفريزنج والدراينج دورنج ستورج لازم الفود انجريدينت والاكسجين والاكسجين والمويشر والبي اتش والبكتجينج كل داي يكون كومباتابل وما يضرش البكتيريا بتاعتي اثناء الباسدج سروش جي اي تي الاسيدك كونديشنز لازم تكون ما فتأسرش بالهايدروليتك انزايمز في الاي في الاسطوع تمام طيب ايهو الكرنت ابروتش دلوقتي عشان يتغلبوا على الموضوضة يعني 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 يتغلبوا على الموضوضة يعني يعيزين يحفزوا على البيابلتي بتاعت المايكروورجنازم او البروبايوتكس الحد ما توصل لحد الجي اي تي قالك ممكن نستخدم حاجة اسمها الكريو بروتكتنت الكريو بروتكتنت دي تبع عبارة عن سكيم ملك بودر عبارة عن زي لبن منزوعة دسم يستخدموا البودر بتاعته مع زكروز مع حاجة اسمها بوليجاما جلوتاميك اسد مع حاجة اسمها البكتيريا السليولوز ويعملوا حاجة زي بيتز او زي غلاف يغلف البروبايوتكس كان فيه فكرة تانية بيستخدموا حاجة اسمها مايكرو انكابسوليشن ده بيكون عبارة عن تشوكولت ماتريكس او الجينيت بيت شكل من اشكال البوليمرز اللي برضو بتحافز على البروبايوتكس واخيرا قالك هي الادشن اوف بريبيوتكس انها يعني اضرب عصفرين بحجر استخدم البريبيوتكس اللي اصلا البكتيريا بتتغزى عليها اللي هي بتبع عبارة عن بوليمرز او طيب هنتكلم شوي عالبريبيوتكس والبريبيوتكس قولنا هي عبارة عن سليكتيف لي فرمنتد انجريديانت زاد قلاوي سبس فيكتشينجيس بوس ان كومبوزيشن اند اكتيفتي انزاء جسترو انستاينال مايكروفلورا هي عبارة عن مركبات مهياش حاجة اكتيف مهياش مايكروورجنازم هي مركبات عالتا بتكون بوليمرز فايبرز او كاربوهايدريتز اللي بتقدر ال جي اي تي مايكروفلورا انها تتغزى عليها تمام طيب الفايدة بتاعتها اي انها تادي الفياباليتي او بروبيوتكس زي ما اتفعلها من شوية انها ممكن تساعدني انها تادي الفياباليتي بتاعت البروبيوتكس سيوم ان بابل اتفعلت اثناء البروبيوتكس وسببط buyer electricity فيبرز زي débukة dostogenous تشمل طيب 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 الريبيوتوكس زي Bus probiotic مثل الشاشطلس مثل المصلحوaley tube بذا تعليم حاجات زي filed Tag Ehlene In between عبارة عن موليكيولز تحتوي على سمول نمبرز من اثنين لعشرة اف مونوسكريتز. طيب البيبيوتكس بتعدي على الجي اوي تي انافكتد. لحد ما توصل لي السيكم والارج انتستن منطقة القولون. بعد كده بيحصل لها بيشتغل عليها الانيروبيك والكلونك مايكرو بكتريا. الفرمنتيشن بتاعها بيؤدي الى من واحد لخمسة اس اي اف سي. اللي هو التانيشن فاتي اسد و التانيشن فاني تعطب نسيسري واسد برودكت في أو الغط مايكروبيل زي مين؟ زي الاسيتيتات و البروبيونيت و البيترات وmadeوا بالنسبة كبيرة. طيب ايه الميكروبي سيكون الممكن تأثر على نوع التانيشن فاتي اسد الى البرييم يكون هو النوع البيبيوتكس يستخدمون الريتوف افلابيلتي الريتوف دي بولاموريزيشن انواع البكترية اللي موجودة في جي اوي تي والابلتي تو كومبيت فور زي سبستريت طيب ادي احنا قلناها طيب ايه الرول بتاع المايكروبيا الفلورا في ستوريتشين فاتي أسد برو دكشن تمام اولا قال لك الامفانت ار بورن وزاويت جوت مايكروبيا دي نقطة مهمة جدا ان الاطفال بتويلدوا ما عندهمش المايكروبيا الفلورا وبعد كده بتحصل لها كولونايزيشن رابد لي باي باكتيريا فروم المازر او سيراوندنج انفيرومنت مع الرضاعة بقى مع استخدام الالبان وهكذا طيب ولكن في الادلت يعني ايران يوجد انفيرومات سيكون الباكتيرويت وفيكتيريا اليو باكتيريا وكوليستريديا والستريبتوكايو واللاكتوباسو الكوليستريديا تحديدا بيوتريتو اسيتات الباكتيرويت بيديني اسيتات مور اسيتات وبيدني بيقل البروبениюت على حسب نوع البكتيريا زي ما اتفقنا بيكون نوع الثاني نوع ساتوريتشينفاتي اسد اللي بيانتوك طيب ساتوريت شينفاتي اسدز الابزوربوشن بتاعها بيتم ازاي اقل من خمسين في المية بيظهر في الفيسيز الباقي بيحصلوا بالكولونوسايتس بيستخدم ازا فاول فور كولونيك ميكوزا تمام طيب الاسيتيت والبرويونات بيحصل لهم ترانسبورتيشن لليفر وبقية الاسيتيت بيحصل له سنسوز في الاواب بقية الاسيتيت بيستخدم في الليفر لسنسوز اف اناظر فاتي asked طيب البروبيونات بيحصله اكسديشن في السيتريك اسد سايكل وبيستخدم ازا بركيرسر في الجلوكو جنيسيز اللي هي عملية تكون الجلوكوز طيب البيوترات بعد كده بيتحول بيحصله برضو يعني بيتنقل الليفر بنسبة بسيطة وبيستخدم فور الفاتي اصد سنسوز يعني بشكل عام هما بيستخدموا في تصنيع different types من fatty acids. Feature perspective اللي احنا شايفينه في المستقبل هو استخدام الـ probiotics مع food enzymes بقى popular بقت حاجة مشهورة جدا من ناحية تانية استخدام antimicrobial resistance والـ probiotics as a preventive measure for bacterial infection بدل استخدام الـ antibiotics ابدأ استخدام الـ probiotics الحاجة التانية السمبويسيز اللي هي استخدام الـ prebiotics مع الـ probiotics اللي حاليا موجودة والحاجة الاخيرة هي الـ awareness ان احنا نبدأ نوعي الناس عن اهمية استخدام الـ probiotics والـ probiotics وان هما يدخلوهم في الفود بتاعهم. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.